السلام عليكم عزيزي. شلونكم ان شاء الله بخير. ديديو ان شاء الله عن سيارات التكسي في مطار اسطنبول. جاءتني أسئلة بسفسارات بخصوص هذا الموضوع. فأنا حبيت أنه أسوي فيديو حتى أرد عن بعض أسئلتكم والسفساراتكم. أول السفسار كان بخصوص مكان استئجار سيارات التكسي. أنتوا أول ما اتطلعون من صالة القادمين للرحلات الدولية inander öğ tilt ÷ الصالة القادمة من الرحلات الداخلية domestic arrivals . هناك بوابة قريبة من كل صالة، بوابة قريبة على صالة القادمة من الرحلات الداخلية و ثالثplicsome اللاردة. فأيضا يدوروا تأ pulley المبلغ من هذا الغابة سوف ترى كاتبه مثل لافتة كبيرة سوف ترى البوابة قريبة من عندها و عندما ترى البوابة المطار سوف ترى طابور سيارات تاكسي وكما ترى من تطني سرى حتى يستأجرون أو يأخذون سيارات تاكسي السؤال الثاني يقول أنه نحن أكثر من خمس ركاب سيارة تدسع لهذه العدد من الركاب نعم Burgess 3 أنواع سيارات تاكسي أولا هو سيارة تاكسي البرتقالية أو الصفره أو بين قوسيا سيارات تاكسي الاعتيادية ثالثا نوع من سيارات تاكسي التركوازية ثالثا سيارات تاكسي السوداء الآن سأشرح لكم ما الفرق بين هذه النوع النوع الأول سيارات تاكسي الصفره أو البرتقالية هذا النوع من سيارات التكسي ساعتها 4 أشخاص ودايما ما تكون موديلاتها فيات ايجيا أو فيات فيورينو و العدات من هذا النوع من سيارات التكسي يبدأ بـ 12.65 ليرة يعني تصفرت العدات أول ما تدخلون السيارة راح تشوفون العدات مصفر على 12.65 يعني يبدأ بـ 12.65 يعني ليس يبدأ بـ 0، يبدأ بـ 12.65 وبعدين يحسب الكل كيلومتر 9.8 ليرة هاي الأسعار أسعار 2023 وهذه السيارات دائما يعني شوية يخلقون ضيجة يعني مو مثل بقية أنواع السيارات واللي يراكم هذه أنواع السيارات يعرف ايش دا أقصد النوع الثاني من سيارات التكسي اللي هو سيارات تكسي تركواز هذا اللون تركواز هذا ما يكون أخضر قريب لللون الأزرق ومأخوذ من كلمة تركيا أعتقد أنه سواحل تركيا سواحل البحر المتوسط دائما هي شي سواحل حلوة ولونها تركوازي أخضر إلى الأزرق ومن هذا جديد تسمية المهم هذا النوع من السيارات ساعة السيارة أربع ركاب غالبا ما تكون سيارات يعني أغلى من النوع الأول دائما ما تكون سيارات موديلات فوكس وايجن باسات أو فورد مونديو أو تويوتا أفنسس أو أودي وهي نوع من السيارات هذه النوع من السيارات عادة إما تكون أوسع وأكثر فخامة من النوع الأول لكن الأسعار الأسعارها تكون أغلى بـ 15% من النوع الأول تصفرة العدات تبدي بـ 14.5 ليرة وبعدين يحسب كل كيلومتر 9.8 ليرة هذا النوع من السيارات تاكسي مثل ما قلناه يتميز بأنه أكثر راحة وأوسع من النوع الأول إضافة إلى ذلك أنه عادة ما تكون هذا النوع من السيارات سيارات هايبرد يعني تشتغل على الكهرباء وتشتغل على البانزين أو الديزل فتكون هذه النوع من السيارات صديقة للبيئة لأنه تسهلك وقود أقل وتقلل من انبعاثات غاز ثنائي أوكسيدي الكاربون لا أعتقد هذا السبب يجعل الناس أنه تركب هذا النوع من السيارات لكن دعنا نقول السيارات لأنه شوية أفخم وأكثر راحة من النوع الأول ممكن يكون سبب مقنع أنه واحد يركب هذا النوع من السيارات النوع الثالث سيارات تاكسي السوداء وعادة ما تكون نوعين من السيارات نوع الأول سيارات مارسيدس سيدان غالبا ما تكون اي كلاس موديل اي نيو 80 ساعة 4 راكب نوع الثاني سيارات مارسيدس فيتو أو سيارات فولغس واقين كارافيل أو فورد كاستم هذا النوع من السيارات يكون عادة ساعة 8 ركاب بالنسبة للأسعار تصفير العداد يكون 21.5 ليرة تركية وبعدين يحسب كل كيلومتر 14.5 ليرة سيارات التاكسي السوداء أكثر رفاهية أكثر راحة من النوعين السابقين من سيارات تاكسي البرتقالية أو سيارات تاكسي التركواز والذي يعني يدور رفاهية أو رقي بممكان أنه يختار هذا النوع من السيارات بالنسبة للسيارات مارسيدس فيتو ساعة 8 راكب مناسبة للي يعدهم كبار بالسن أو للي يعدهم ذوي إحتاجات خاصة اللي يستخدمون كرسي متحرك هذا الخيار يناسبهم إضافة إلى ذلك هذا النوع من السيارات بيها واي فاي مجاني وبيها تلفزيون وبيها هميا ثلاجة يعني يدور رقي أو فتشي رفاهية بالمكان أنه يختار هاي الأنواع من السيارات وهسا نجي لأسعار سيارات تاكسي لبعض المناطق داخل اسطنبول هاي الأسعار اللي أحدكرها هي أسعار تقريبية يعني ممكن تزيد أو تتقل عن اللي أنا راح أذكره لأنه تختلف حسب العنوان اللي راح تبطوه للسايق ممكن أسعار تقل أو تزيد عن هذا الرقم اللي راح أقوله وهسا راح أذكر لكم الأسعار التقريبية لبعض المناطق داخل اسطنبول مثل ما تشوفون الجدول بثلاث أعمدة العمود البرتقالي خاص بسيارات تاكسية البرتقالي العمود الأخضر أو التركواز خاص بسيارات التركواز العمود الأسود خاص بسيارات التاكسية السودة المارسس فيتو أو المارسس إيكلاس وهسا راح أذكر لكم كل المنطقة وجه لتتكلف وجه لتستغخ الرحلة من المطار إلى المنطقة راح نبدأ أول شيء بأكسراي تستغخ الرحلة حوالي ثمائية ثلاثين دقيقة تكلفه 440 ليرة باكركويز تستجلق الرحلة 43 دقيقة تكلفه 480 ليرة بشكتاش تستجلق الرحلة 39 دقيقة تكلفه 440 ليرة بي لك دزو تستجلق الرحلة 44 دقيقة و 610 ليرة كاديكوي في جانب اسياو من اسطنبول تستجلق الرحلة 50 دقيقة ory 610 ليرة منطقة لفنت تستغرق الرحلة حوالي 33 دقيقة والتكلفة 400 ليرة منطقة أوتوغار أو محطة الباصات اللي تأخذكم البقية المدن التركية تستغرق الرحلة حوالي 32 دقيقة والتكلفة 440 ليرة صبيحة قوكتين مطار صبيحة قوكتين في الجانب الآسر من إسطنبول تستغرق الرحلة حوالي 58 دقيقة والتكلفة 735 ليرة منطقة السلطان أحمد وسركجي تستغرق الرحلة حوالي 53 دقيقة والتكلفة 480 ليرة منطقة الشيشلي مجيكوي تستغرق الرحلة حوالي 40 دقيقة والتكلفة حوالي 440 ليرة منطقة التقسيم تستغرق الرحلة حوالي 40 دقيقة والتكلفة 440 ليرة الاسعار اللي ذكرتها هي اسعار لبداية سنة 2023 اي تغيير راح يصير راح ان شاء الله احدث الاسعار وخلي الاسعار بصندوق الوصف اسفل الفيديو الملاحظة ثانية اللي احب انبهكم عليها انه ما تفرق بالاسعار بين الليل والنهار التسعيره ثابتة سواء بالليل او بالنهار الملاحظة الثالثة اللي احب انبهكم عليها انه سيارات تاكسي تعمل طيلة ايام الاسبوع 24 ساعة الاسعار اللي ذكرتها ما تشمل وجرة عبور الجسور والانفاق بعض الطرق السريعة مثل جسر سلطان محمد الفاتح او جسر البسفور او جسر ياهو السلطان سليم هاي لازم تدفعون شيء اضافي غير ما تكون اعتقد 20-25 ليلة حسب الجسر وحسب الطريق السريع واللي مايريد يركب تاكسي بالامكان انه يركب باصات شركة هافاست تغطي يعني اغلب بناطق اسطنبول واسعارها مناسبة خاصة اذا يعني عدد الركاب قليل مثلا اذا واحد واحد او اثنين تكون ارخص لكم لكن بالتأكيد يعني السيارة التاكسي اكثر راحة من ركوب الباصات خاصة اذا كان المكان او الفندق اللي نازم به بعيد عن المكان اللي نزلكم بالباص اضافة لذلك انه راح يفتح ان شاء الله خط المترو خط مترو مطار اسطنبول راح يفتح ان شاء الله بالايام القادمة راح يسهل ان شاء الله هواية من الامور يعني عددكم اكثر من اختيارات من اختيار اما تركبون سيارات تاكسي او او تركبون باصات هافاست او تقدروا ان شاء الله بالمستقبل تركبون مترو مطار اسطنبول كانت سفسار قالوا انه هل تنصحنا انه نركب السيارات التاكسي بمطار اسطنبول اي بصراحة تجاربي كانت يعني جيدة اي ما شفت الحمدلله اي مشاكل سوى مرة واحدة يعني ومو بمطار اسطنبول كانت بمطار اتاتورك فبوقتها طلبت سيارة دوبلو فيات دوبلو عادة ما تكون صدوق مالتها اكبر يعني يسع جنط اكثر فاختارت سيارة تاكسي دوبلو فمن وصلت للمنطقة اللي انا ساكن بها راد ياخذ مبلغ اكثر من اللي مكتوب بالعداد فان قلت له يعني هم المفوضة نمشي على العداد ليش يعني تاخد شيء اضافي قال لا انا سيارتي اكبر ويش يعني اي ما يعني ايه فاني نطيتها عشر ليرات كانت بوقتها حوالي ثلاثة ثلاثة ونصف ليرا مرضة ايه فاني اريد بعد اكثر فاني كنت اجيبها اذا ما تريد اجيبها كان بعدين اضطر ياخذها وهو الممنون فالحمد لله كانت تجاربي يعني كانت زينة يعني مو مثل بقيت التاكسي على سبيل المثال اللي تقسيم حاولوا كل البعد تبتعدون عن التاكسيات اللي بتقسيم انه دائما يصير بيها نصب باحتيال مو بس للسياح لا حتى بالنسبة للاتراك واذا حبيتوا اسوي لكم فيديو يعني نصائح عن ركوب سيارات تاكسي باسطنبول اكتبوا لي جواب التعليقات وان شاء الله راح سوي فيديو ثاني عن تاكسيات باسطنبول اذا تحبون اسوي فيديو اكتبوا لي جواب التعليقات اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم لا تنسون تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب انتظروني فيديو جديد قبلوا تحياتي اشتركوا في القناة